بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد خيري معلم الناس الخيرة أما بعد حياكم الله جميعا نحبة الطلابات جيل 2005 الآن بالنسبة لموضوع الثنائي احنا سابقا كنا بنتعامل انه دائما بكون متصل او مشبوك مع بطارية دي سي في كل مسائل السابقة اللي اتعملنا محهم شو بكون دائما بطارية دي سي الآن احنا رح نصير نتعامل لما نشبك الديود ما بتعامل مع رسم بيان ودارات لا لا فقط كما فهم عشان نعرف شو الجهد الخارج بس نشوف كيف الثنائي او الديود بوصفه مقوما للتيار المتردد ينزل كأنك لما تشبك مع تيار متردد الآن اللي انا بعرفه انه ممكن اشبك الثنائي مع مصدر تيار متردد لكن الفكرة بدنا نوصلها مصدر تيار متردد في كل نصف دورة تنعكس الفولتية يعني مرة بتكون موجب عشرة شو بسير سلب عشرة كان مثال بسيط انا احكي فلما تنعكس معناته مرة نحياز امامي مرة نحياز عكسي مرة نحياز امامي مرة عكسي كل نصف دورة فهذا الشي بيعمل لبس من زي البطارية دي سي اللي بتضلها تمرد جهود في اتجاه واحد وخلاص ما بتغير فهون لما اوصل الثنائي بمصدر تيار متردد زي ما انت شايفين لو افترضنا انه انا بدي ابلش بالطرف الموجب اول نصف دورة وهي السالب امشي 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 هذا انحياز عكسي امامي امشي امشي والامور تمام ومرت تيار ومشاء الله علينا هالسا عشان اوضح لكم الفكرة لما كان تيار البطارية دي سي لو كان مثلا اربعة مثلا عشرة فبتلقي خلاص العشرة فولت زي هيك ثابت ما بتغير الان هذا الكلام في الدي سي في الاي سي شكيف تلاقيها بتتغير صح نعم يا استري طبعا انا رسمي اتغلط لا صح نفس الساعة تكون تمامي جماعة الخير تمام يا استري فبدينا نبلش هايو بدي احكي هون اللي هي عشان مش واضح مية بالمية كان نمبكسي للصورة بس بدينا افترض هون هاي الانبوت يلا اول نصف دورة كان الجهد هذا موجب والطرف التحت سالب ومرت تيار بشكل امامي انحياز امامي مية بالمية وما عندنا مشكلة عبدا فهالسا طلع في جهد خارج طلع شو في؟ طلع في جهد خارج يعني قصد انه اوكي مر تيار وفي جهد وامورنا فلا شبعة منورة فاذا الاشارة اللي كانت ناتشة اول موجة الناتشة هيا موجبة وماشي مية بالمية ما عندنا اي مشكلة ابدا هاي الفي اوت الخارجة ما عند اي مشكلة دقيقة شوي طيب هاي شكل الاشارة الناتجة ما في مشكلة اوكي مية بالمية هيني انا قاعد بحكي عن جهد المقامة هاي اللي او ال في اوت هايو هذا الناتج حس لما جيت ع نصف الدورة الثاني بدي ماذا 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 انا وجهت مشكلة بتعرف شو هو؟ لما جيت انا ع نصف الدورة الثاني تعاف رجيك مشو المشكلة الواجهناها مش احنا حكينا تعال هاي الفي اوت بدي احكي عن الفي اوت هاي بدي افترض هون الفي اوت على اطرفين مقامة كبيرة البسيط بدي اقول لك هاي يعني اول نصف دورة هاي دورة كاملة ويمشي بهذا الشكل لاحظ معي يا عزيزي انه اول نصف دورة كان من الجهد الطرف الموجب مشبوط مع الديد الموجب والسالب مع السالب فكان نحيزي مية امامي مر لما جينا على ثاني نصف دورة يعني النصف الثاني من الدورة كان الجهد سالب فعملنا هذا الطرف سالب وهذا الطرف موجب صح؟ الان امشي 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 امشيicanحياز عكسي ما مر تيار انه ا출 Sustain الآخره نшь !! ها يصبح عالج اذ infect مع أمامي عالج اذن اخر إن اثنating رائع الـ كمّة ثبات 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 ثبات� يسبب تدخل إنه كم و ثبات و ثبات الشتروا قكمها لك من أنكم لم أ Hari الجبية اللي هي الصين موجة الصين هي زي هيك صاح إلا لا دقيقة يعني تعال موجة الصين كيف تكون القاملة زيه قمة وقاع قمة وقاع الإلاألا بدون القاع ما مرر قاع فقط مرر قمة وثبات قمة وثبات وصلت زي ما يتم شايفين هذا الشكل النهائي للإشارة الناتجة للفي آوت هي أول نصف دورة هي ثاني نصف دورة ثبات ثالث نصف دورة قمة ثبات قمة ثبات شفتوا الشكل النهائي اللي طلع عندي بهذه الصورة شو بدأت عمل معه؟ بدأت أستاذ بدي أسميها half wave rectifier ترى الدارات أنواع وأشكال الدارة الطبيعية اللي كان فيها مصدر AC ودايد ومقاومة وطلعت لي Vout بهذا الشكل شو بنسمي هاي الدارة؟ بنسميها بدارة تقويم نصف موجة يعني ممكن أجب لك في الامتحان سؤال يقول لك أحد الآتية ليعتبر دارة تقويم نصف موجة أو أحط لك أكثر من شكل شرط أن يكون في دايوت مشبوك مع AC وفي عندي مقاومة فتسمى دارة تقويم نصف موجة اللي هي إنها عملت نصف موجة طمع ونشوف كيف يا جماعة الخير لما تفوتوا على الالكترونيكس ديفيز في الجامعة عبدالية رح تلاحظوا أنه في هالف ويف ريكتفير بذلو يعطيك نصف موجة بدون التثابات وفي بصير فيلترين كيف ليست لعطي موجة أفهمك شو أفهم ليست لفلترين ب Bulgarه علي يريد أن يعطي موجة بعدين wont filter بجيد أن يعطي موجة بعدين فلتر بجي ببي.* بالضب هذا ليس مطلوب من ذلك قادمة هلا أنه في أجهزة و أدوات تضاف غير الديود وغير اللي الـ AC لتضافت إستفادة للدارة بس أنا بهمني شو ثو دارة ، هذا كان يكفيها六اجب للفي اوت الخارج هي شكله في اوت هيو عبارة عن قم موثبات قم موثبات قم موثبات ما لدينا اي مشكلة ابدا اكد لك ملاحظة بسيطة شو هي التردد للموجه الناتجة نفس تردد الموجه الخارجة بمعنى القول الزمن الدوري اللي موجود عني هيو صح تي سفر تي واحد تي اثنين تعالوا معي اساعدكم وافهمكم شو مقصدي عجل تفهم شو قصدك بالتردد الناتج نفس التردد اللي كان داخل لو كنت قلت لك ان الزمن الدوري هون اربعة وهون اثنين صح يعني طلع نصف الزمن الدوري اثنين الزمن الدوري كامل اربعة ترى نفس الشي هون فضل مش قمة ثبات قمة ثبات تعالوا الموجه الكاملة هي من هون لهون هون اربعة هون اثنين شفتو كيف نفس الزمن الدوري الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل دورة كاملة يعني قمة وقاع او هي قمة وثبات زي من شايفين فهون اتفقنا انه الزمن الدوري اربعة معناته انه الزمن الدوري كان عبارة عن اربعة معناته انت بتقدر تحكي التردد عبارة عن واحدة الاربعة فطلع نفس التردد ما تغير يعني الفي اوت نفس تردد الفي انبوت ما فارق اي اشيء ابدا طيب كيف منينا اتعامل مع هاي المسائل بكل بساطة تعالى فهمكم كيف نتعامل مع هاي المسائل دقيقة خلينا امسح المنطقة هاي الفاضية عشان احلان اياكم يلا يا جماعة الخير اللي مني اتعامل معاك الاتي انا جيب لي هاي الدارة نقول لك في الدارات الموضح في شكل ارسم شكل الموجة الناتجة او الخارجة هزا انتوا عارفين انه بدك ترسم شكل الموجة الخارجة هاي بده احط الخط هاي الفي اوت ما عنا اي مشكلة نفس الشي هاي بده احطه هون هاي هاي الفي اوت فيش اي مشكلة طيب تعالوا بالله نشوف مع بعضنا عشان نستوعب الامور مية بالمية شو قصده بحركة التأريض اللي عملها هون يعني شوف مش انت عسى عندك انك شابكو بمصدر طيار متردد زي هيكة صح ولا لا نعم يا استاري بس الفكرة انا كطالي بحتار هذا الموجب وهنا الصورة بنبلش هيكة ولا نبلش هذا السالب وهذا الموجب احنا كطالله بيحتار الطالب فشو الحل الحل بكل بساطة هو الاسلام اوكي تمام هو الاسلام بس شوف شو هون هذا الطرف معمول للتأريض معناته هذا الطرف السالب وهذا الطرف الموجب معمول للتأريض معناته هذا الذي له جهد اقل معناته هذا الجهد اعلى معناته التيارة بيمشي من الجهد الاعلى للجهد الاقل فاذا هذا الطرف الموجب وهذا الطرف السالب عرفت شو بتفيدني التأريض حركة التأريض اللي عمل كأنه ساعدني احدد الطرف الموجب والسالب مش احترحك الفوق سالب والتحت موجب بس يعني ممكن انا اشطب لك التقليد من هون اجيب لك اياه هون فبتعرف انه هاد السالب وهذا الموجب كل مركز معي الله ارضى عنك يا أستاري يعني هون حلينا مشكلة اللبس اللي صار عمنا والملبس طيب تعالوا مع بعضنا نشوف يلا اول ما بلشت انا اول نصف دورة كان الجهد موجب والاسي مره موجب مره ثالب كان الجهد موجب معناته هذا موجب وهذا ثالب ومشي طبيعي ايلا حتى نحياز أمامي صار ممتاز 100% اماميiónción صار نحياز امامي معناته الجهد موجب اذا انذا كان ب Вид Honest شوي higherõesي ممتاز انه حيز امامي و الم absture موجب أطلب شو كده سير الغصمهtır في اليوم عنه ص Eckival هيا الطرف صار سالب و هيا الطرف صار موجب يلا امشي 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 ايش هذا انهيز عكسي ماييي عكسي طبعا عشان تشوفوا انتو بالصوره وهيت اول نصف دوره هاي ثاني نصف دوره يعني هيد دوره الكامله ممتاز فخلص انا دعرفت اول شيء اين قمة و ثبات نفس الشي قمة و ثبات نفس الشي قمة و ثبات لاحظ معي شغلة بدي اوضحها القمة هون نفس القمة هون ما بقدر اعرف هاي مش مطلوبة مني هاي الفي بيك اللي هو جهد القمة مش مطلوب مني له طريقة حساب معينة غير مطلوب منها في مادة التوجيهي بس انا المهم اعرف احدد شكل الفي اوت فقط هذا اللي بهمني بس اعرف شكل الفي اوت كتر الله خيرك اذا شفنا كيف شكل الفي اوت طيب بعد ما خلصت هذا الحكي شكرا اليك الله يعطيك العافية سيبخ من هذا الحكي تعلي هون نركز بس هون ونحتوي الموضوع هون خلونا مع بعض طبعا انت عارف الزمن الدوري هون نفس الزمن الدوري هون فلو كنت حاطلك هاي اربعة وهي اثنين معناته تطلع هاي اثنين هاي اربعة هيك موجه كاملة شايفين كيف يا عين عليكم طيب نشوف هون عمل لك طريض هون معناته هذا الطرف سالب هذا الطرف موجب شكرا اليك يلا نبلش مع معاوض اول جهد بلش فيه لهو الطرف الموجب هايه في الانبوت شايفينو هاي الانبوت اول منطقة بلش فيها المنطقة الموجبة في اعتمد هاي زمهي لتغيرها اذا بلش بالسالبة اعكس اذا بلش بالسالبة اعكس طب يلا انبلش بالموجبة خلي هذا موجب هات سالب امشي 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 انحياز عكسي خلاص انتهى انحياز عكسي تبعت اول نصف دورة الآن ثاني نصف دورة شو صار اعكس يعني هذا صار شو سالب هذا صار شو موجب شكرا اليك هيو قال لي مش جوج صار سالب يعني اعكس منت عارفين الاذكركم شو الفكرة الاسي بدي يكون زيك مرة موجب مرة سالب بعد نصدروشه بصير بصير هذا السالب وهذا الموجب فهمت الفكرة نعم يا السالي فلم يكون الجهد سالب اعكس صار هذا الطرف سالب وهذا الطرف موجب يلا امشي مع الموجب امشي 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 كان الجهد سالب لما اعطاك قمة شو كان الجهد سالب معناته فورا مش الجهد سالب لما اعطاك قمة كيف دي يجي هيك بعدين ثبات بعدين قمة بعدين ثبات بعدين قمة شفته كيف هي مش قصده قمة بعدين انه قمة لا تحت طب ليش لا تحت يا استادي يا جماعة الخير ما انت تطلع مزبوط لما اعطاك انحياز امامي شو كان الجهد الاسي شو كان الجهد الاسي بالسالب خمسين بالسالب معناته الجهد سالب لا تحت يا حبيب الا يرضى عنك انت عارف انه هون منطقة الجهد الموجب وتحت منطقة الجهد السالب خلص فرطت الامور فانت عارف هاي القمة لازم يكون انهم نفس الارتفاع انتبه جدا هاي السالب السالبة ما عني مش مش مطلوبة مني مش مطالب انه كيف حسبة البي بيك بيختصار بسيط منطفقين منطفقين طب هسا كيف ممكن انا اعجب الطالب ممكن يعني شوف اذا انا بدي اعجبك انا يعني احب هيك يعني انكوش مخاطع ليك تعال معي افرجيك شو بدي اصوي شو بدي اعمل بدي اقول لك اتفضل انا عندي هاي الرسمة قلت لك هاي السفر وهي البي انبور صح حكيت لك شكل الموجه هيك بلش يلا شو بدي اكسر بها الحالة او قلت لك والله يا معلم تفضل هاي سالب خمسين وولت هاي موجب خمسين وولت هسا هو مبلش بالسالب معناته تطلع مش بالبداية كان هذا سالب وهذا موجب حسب التعريض الان مش هو بلش بالمنطقة السالبة هيو يتضح انه انه بلش بالمنطقة السالبة ففورا يعني صاره بصير سالب وهذا بصير موجب انحياز امامي كونه الجهد سالب ترا كيف هيك صح تمام يا استادي طب ليش هو لا تحت ليش مش لفوق القمة ما هو امامي يا جماعة الخير الامامي ليه يعني قمة لفوق حسب شو الجهد مش بلش بالجهد السالب معناته لا تحت الان لما كان منطقة الجهد موجب فصفه طبيعي هذا موجب ورجعنا للشكل الطبيعي صح اهل سالب انحياز اكسي ثبات قا ثبات دن دن يا جماعتي مية بالمية نشوف السؤال اللي موجود في الكتاب المدرسي لاحظ انه انا لما كنت اعبر عن القمة مثلا عملت قمة ثبات كمة ثبات ممكن انا اجي اقرب بالهاي هاي قيم متقاربة للجهد ممكن اجي اعمل ازي هيك شاف كيف ثبات بهذا الشكل عادي جدا يترك كيف صارت قمة ثبات قمة ثبات عادي جدا والقاع يكون شكل القاع ثبات عادي جدا فيه ناس كيف بيعملها مش زي هيك القمة فيه ناس شو بيعمل تعالوا شوفوا الان ثاني هاي بيعمل قمة ثبات قمة ثبات عادي جدا يعني الفكرة انك توصف انه فيه جهد موجب وجهد سالب بس تعالوا شوف السؤال يمثل الشكل دارة مفهوم نصف موجه او كي دارة مقوم نصف موجه يعني انو شفي نصف موجه هاي اللي بتكون عبارة عن دايدو بتكون عبارة عن مصدر اسي ومقاومة ما عنا اي مشكلة بيقول لك هون اذا كانت الموجة الداخلة الانبوت هيا هي تمثيلها لبيان الموجة الداخلة طلع كيف بلشت من سفر للواحد العشرة كانت موجبة بعدين شو صارت يا حلوين بعد ذلك صارت سالبة اذا هاي دورة كاملة ما عنا اي مشكلة من سفر لثنين بالعشرة يعني زمن دورة اثنين بالعشرة هيا دورة كاملة بتقدر تعملها زيك دمام يا جماعتي تمام الآن بيقول لك انو مثل الموجة الداخلة عشكل مثلت الشكل على نحو ما هو موضح في الشكل وبهمال فرق الجهد الثنائي هو شو بيقول لك اهمل فرق الجهد الثنائي شو حاكي لك اهمل فرق الجهد الثنائي يعني هتكون الفيديوذ سفر هذا الفيديوذ سفر الآن هوا باز قصده في المعاملات الرياضية في اي الفترات الزمنية يكون الثنائي في حالة انحياز امامي طبعا هذا همال بس انه رياضيا فمين علي ان تقصدها فعليا هي موجودة بس انا بدي احملها رياضيا بغض النظر في اي الفترات الزمنية يكون الثنائي في حالة انحياز امامي وفي ايها يكون في حالة انحياز عكسي نبدأ اول فترة اذا شوف مش عامل تأريض هون معناته هذا الطرف السالب وهذا الطرف الموجب اول فترة بلش فيه من هون الى هون كان الجهد شو كان جهد موجب فاعتمد يالله امشي 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 انحياز امامي معناته الفترة من سفر لا واحد بالعشرة شو هي انحياز امامي هاي امامي طيب الان دمشي بالفترة الثانية دعا شوفوا معي من واحد بالعشرة الاثنين بالعشرة والله يا استادي كان الجهد سالب فاعكست هذا سالب هذا موجب صح فصار انحياز شو عكسي معناته من واحد بالعشرة لا اثنين بالعشرة شو ماله عكسي فحنا وصلنا لخلاصة بسيطة لما يكون الجهد موجب انحياز امامي ويكون الجهد سالب انحياز امامي هذه المنطقة ومنتقة هاي شوفينها من الاثنين بالعشرة ايضا انحياز امامي هيба من 2 ب 10 إلى 3 ر seventh , لانه جهد موجب مناطق الجهد الموجب ومناطق الجهد السالب انحياز العكسي فالفتره من 0 بتنك 1 بال10 امامي ومن 2 ل3 امامي , بينما من 1 إلى 10 كالـ 2 بال10 عكسي انتهى هذا اس لك أن ترسم شائن الموجه الناتجه على reconocه الموجه الناتجه على المقامه موجه الناتجه على مقامه الر جهد الداخل سينسخومه المقارب الخارج لان احملت فرق جهد المقامه اعتبرت انه الدايوت ملوش جهد اهملته باهمال فرق جهد الدايوت معناته فرق الجهد الانبوت رح ينسخ نفسه على اوتبوت فلما يكون مثلا طلع مش الانبوت هون موجب خمسين اذا كانت لما كان موجب خمسين انحياز امامي هيجهد المقاومة خمسين اذا كان سالب خمسين وانحياز اكسي ما مررها لا خلص بيكون جهد المقاومة سفر تعالوا شوف مع بعض شوف قصدي تعالوا معي يلا بدي ارسم انا الرسمة هي رسمتي المعتادة اللي انت عارفينها اللي هي فيها ال V out وال A زي ما انت عارفين انا اللي برسم فيها ال V out والزمن بالثواري هسا بنا ناخد نفس فترات الزمنية لانو نفس الزمن الدوري نفس التردد ما بتغير الفترات الزمنية من واحد لصفر بالعشرة لهون من صفر بالعشرة اثنين بالعشرة هي دورة كاملة من اثنين بالعشرة لا ثلاثة بالعشرة ما عنا اي مشكلة نشوف من سفر لواحد بالعشرة كان الجهد الداخل هو جهد موجب فهذا الطرف زدله زي ما هو هاي الطريق السالب هون موجب كان انحياز امامي معناته فورا انا عرفت ان شوفي عندي قمة طب ليش قمة يعني ليش ما تكون قاع لا تحت يعني ليش مش قمة لا تحت يعني ليش قمة لا تحت يعني ليش قمة لا فوق لانو الجهد كان موجب فورا خلاص فارطق معي هاي بقدر اعمل قمة يا عين عليكم الان لما من اثنين من واحد العشرة لاثنين العشرة شو صار صار الجهد سالب فاذا اصبحت هذه سالب وهذه موجب فهون انحياز عكسي ما بيمر اشي معناته ثبات خلاص الباقي قرفته قمة ثبات هسا كونه هو ماشي عشكل الموجة الداخلة كانت مثلتات فبدي اعتمد الخارجة مثلتات نفس الشي تعال بس ولا فرقت اشي بتكون هون بدلوا قمة مثلت ثبات مثلت بس شفتوا كيف الامور سهلة وخفيف ولطيفة نعم هسا سؤالك قوي هون شو الكمة هون ايش الفي هون الفي بيك استادي اما انت ركز انت الغيت فرق الجهد عطرافية المقاومة الدايود الدايد فرق الجهد عطرافية الدايود معناته الجهد الاي سي ينسخ للمقاومة ففي المرحلة من سفر لواحد بالعشرة كان الاي سي جهده ماره واموره تمامه انحياز امامي فالمقاومة نسخت جهد الاي سي اللي هو الخمسين الان معدين طلع من واحد الاشرة الاثنين والاشرة امامر الطيار فصارت سفر من اثنين والاشرة الاثنين والاشرة صارت خمسين الان سخت وهي الفكرة اللي بنحكي عنها تمام يا جماعة الخير مية بالمية يا أستادي وفلة شمع من غورة طبعا هسا بدي ياك اترك لك سؤال اليك عشان انت تحله هذا السؤال اليك عشان انت تحله تمام يا جماعتي هذا السؤال اليك بدي اجيب لك نفس الدورة بس هي طال لشو بدي اسوي تعديل بسيط خفيف لطيف تعالوا اللي بدي اعمل اكنا قاتيه بدي احط لك الديد بهاي الحالة شوفتو كيف يلا حل نفس السؤال انت يا عزيز الطالب وهي انا بدي نفس السؤال لا راح بالعجل نفس المعطيات نفس كل شي بس يكون الديد في هذه الصورة بس هاي سؤال لكم هاي ورقة عمل لكم نفس كل اشي بس الديد انا حاطه بهذا الشكل هسا انت بدك تبلش بالموجب مساعدة بسيطة لم يبلش انت عارف الطريض هون هاي السالب هاي الموجب لم يبلش بالموجب انحياز عكسي بالسالب انحياز امامي فالكم انا مليش علاقة انا مليش علاقة طرح بقدر كمان عشان اغشك بالسؤال اشيل الطريض هون اعمل الطريض هين اعمل الطريض هون صح فلما اعمل الطريض هون بصفي هذا الطرف السالب هذا الموجب يلا بلش بالموجب هيكة صح دير بالكم تنخدعوا في السؤال دير بالكم الله يرضى عنكم هي الفكرة في البداية لما اتحدد من الطرف الموجب من السالب لانه مش بطارية دي سي اقول انه الصفيحة طويلة موجب الصفيحة الصغيرة السالب لا لا كونها مش بطارية دي سي ايه سي ما بعرف احدد من طرف الموجب السالب اعتمد التاريض دائما بس سهلة والله سهلة يا استادي افل شمع من وورا هل سبنا نبلش بهذا السؤال هاي السؤال فكرته موجودة وين في ضمين السلطة الوحدة انا اخدت بس هيك فكرة لطيفة وقدلت علي تعديل بسيط فالان في هذا السؤال ايضا فكرة خفيفة لطيفة بسيطة نشوف ملعط شو الفكرة طبعا شفتو كيف لما قلت لكم بقدر اعبر عن الانبوت الموجة يا زي هيكة يا اعبر عليها زي هيكة شوف كيف هيا الخط الفاصل يعني طلع هيا الخط الفاصل جهد موجب جهد سالب جهد موجب جهد سالب او اعملها قمة وقار او بقدر اع اعبر عليها بهذا الشكل جهد موجب جهد سالب جهد موجب يعني الفكرة هاي كمانا معطيك السؤال او اعمل لك هون طريض معناته هذا سالب وهذا موجب معناش مشكلة شايف كيف الدايود عكسي دير بالك تنخدع دير بالك تنخدع تعال معي يبلش استاذ موار سؤال سريع انا عندي دارة مقوم نصف موجة اللي موجود فيها الدايود واي سي ومقاومة مهمان فرق الجهد اطرافه هنا اي نفس الفكرة معناته جهد الدايود جهده الاي سي ينسخ للموجة المقاومة اذا كان الحياس امامي يعني في الاوتبوت رح تكون القمة للمقاومة الجهد المقاومة هي نفس الجهد الدايود الجهد الاي سي افرجيكم كيف ارجعوا للرسمة اللي كانت هون الذكرة ملحنا رسمنا وقلنا مثلا مش طلعت زي هيكا صح ولا لا كميتار بسيط طب شو القمة كانت نفسها القمة خمسين فولت لانه انا اهمل فرق جهد الدايود فصار الاي سي ينسخ للمقاومة شكرا اليك تعال معي يشوف هون حددت الطرف الموجب والسالب يبلش يعني انا اول شي بدي اي الفترات الزمنية انا كان يكون فيها الدايود في حالة انحياز امامي اي هونحياز عكسي بدننشوف من الامامي وبين نشوف الفترات اللي بيكون فيها شو عكسي Pour Revst تعال معي نبلش هو اول اشي من السفر للواحد بالعشرة معدين من الواحد العشرة لاتنين بالعشرة ممتاز معدين من الانتين بالعشرة لترات بالعشرة معنائي مشكلة هزا لما بلش من السفر للواحد بالعشرة كان الجهد موجب هاي وهذا الجهد شو موجب معناته اعتبت هذا موجب وهذا السالب يلا امشي 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 انحياز عكسي هاي السالب وهي الموجب انحياز عكسي اذا فورا شو بدي يكون يا استاذي من سفر لواحد بالعشرة انحياز عكسي من سفر لواحد بالعشرة معناته كل الجهد الموجب انحياز شو عكسي هذا الموجب من اثنين لثلاثة بالعشرة من اثنين بالعشرة لثلاثة بالعشرة عكسي طب السالب فورا أمامي ليش اللي هو من واحدんだ الوعشرة لاثنين بالعشرة طب بدينا نتأكد ليش امامي تعال معي نشوف مع بعضينا طبعا هي الامامي الاكسي تمام دعا مش من واحد بالعشرة خلق بن�� الجهد سالب معناها توعكس هادا صار سالب وهذا صار موجب امشي 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 انحياز امامي اللي هو من واحد والعشرة لثنين بالعشرة اماني تعالوا انا اعرف شو انا متخربط به هاي هاي منهج داعي انا كاني شلتها بس ما بعرف ليش هون بالتعديل هادا مش مش مشيوله بدي اقول لك يا سيدي ارسم شكل الموجه الخارجه او الناتجه يعني كنا عارفين انه بدك تحط هاد الخط وهاي بدك تقول لي هاي بي ال out عندي بدك تقول لي يا معلنين الفترات الزمنية بده اخذ هاي من سفر لواحد بالعشرة من واحد بالعشرة الاثنين 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 بالعشرة الا� اذا كان الجهد موجب بتكون قمة اذا كان الجهد سالب بتكون قمة لتحتي انا قاع كان الجهد سالب صح حيو من سفر الى ثنين بالعشرة كان الجهد سالب ونحيز امامي قمة ممتاز وانا اعملها زي ما مدوا اياها اعملها زي هيك احسن بعدين هيتبات شرحي كيف اعطوه هي قمة ممتاز ما عنا اي مشكلة ابدا يا استادي طيب اسفكه هون شو الرقم يبديك حطه هون اكيد يا استادي كونه اهملت جهد الدايود فجهد الاسي ينسخ لمين طبعا كأني انا عملت قمة مع النسالب غلط 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 هون سوري غلط ارجع 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 انا عكستها سوري سوري تعالوا ننأكدها مرة ثانية تعالوا معي سوري انا عكستها من سفر لواحد بالعشرة كان انحياز عكسي معناته هي الجهد سفر ممتاز بس من واحد بالعشرة الى عكا كان انحياز امامي مش Ag3 من واحد بال عشرة الى عكا كان انحياز اماميй كان هذا الطرف موجب وهذا الطرف سالب ومشين انهياز امامي بس سب tới الجهود سالب اذا كان الجهود ع Television ماقبا شو عمل Whoa estou escrito إذا كان الجهود السالب أعمل قمة لتحت معناة الأصل حين هتكون قمة لوين لا تحت بعدين هي ثبت بعدين قمة لوين لا تحت رح يسألني الطلاب ليش قمة لتحت ليش مش لفوق المنطقة ليش مش لفوق استادي في حالةٍ حيات الأمامي بتطلع شو كان الجهد موجب يعني انت في منطقة الجهد Target الموجب ولا منطقة الجهد السالب إذا منطقة الجهد الموجب بتعمل قمة لفوق إذا منطقة الجهد السالب بتعمل قالة تحت بس كثر فنحن لما جينا من سفر الواحد بالعشرة انحياز عكسي من واحد بالعشرة الاثنين بالعشرة انحياز امامي لكن الجهد سالب فحطيت له تحت القمة هل انتهت؟ هل انتهت؟ هل انتهت؟ طب هسه السؤال القوي اللي هون شو هي؟ لغينا فرق جهد الطرفين فجهد المقاومة ينسخ للمقاومة خمسين السالبة انو كانت تعرفين لو كانت لفوق الخمسين الموجبة وكثر الله خيرك طبعا هي تأكيد اخير على هذا السؤال هون زي ما انت شايفين هاي خلصنا هاي الفكرة ما عنا اي مشكلة طبعا ممكن انا اصنع لك سؤال جديد ان اقول لك يا استادي بكل بساطة بدي نفس السؤال الغيلي هذا الفرع تعال انا قاعد بصنع لك اسئلة جديدة الغيلي هذا الفرع اقول لك نفس 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 ما طيل السؤال نفس كل شي بس شو رح سوي تعال وين 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 واحد الله واحد الله واحد الله نفس ما طيل السؤال بس هيك دي عملها شوفوا كيف يلا هيك الديد انتو يلا نفس ما طيل السؤال حلية بس انا عملت الديد كيف؟ عملت الديد هيك لديد الغى التأريض اللي هون شوف كيف اعمل انا بدي اعلم خلص ايك جاية يبالي الغى التأريض اللي هون خلص جاية ابل الغى التأريض اللي هون وين يسوي التأريض خلص انا مكن ما بدي باقدر اصابه التأريض ما حدا له عليه ضربة لازم بدي اعمل التأريض هون شفتوا كيف؟ بدي شوف شو بدي يطلع معكم شو بتكم تعرفوا بالزبط ضني يا جماعة الخير ضني يا أستادي عادي جدا أنا بقدر أغير السؤال بالطريقة المناسبة إلي ما في أي مشكلة إني شوف هذا السؤال مثل ما انشاكين أنا ناسي أخفي الناتج هون اللي عنا تعالوا معي نبلش بحل السؤال ما عطيني دارة مقاوم نصف موجات طبعا أنا ناسي أعمل طريق فما راح أقدر أعرف يعني هذا الطرف موجب وهذا سالب ولا هذا سالب هذا موجب إذا ما عطني إيه بهذا الشكل الأصل لازم يوضح لي الطريق لازم بس إذا ما وضح لي بقدر أفضل دائما الطرف اللي فوق موجب وهذا السالب بس هي لازم أعملي طريق زي هيك شوفتو كيف عشان أعرف أنا أنه تحت هو السالب لأنه هو الأقل جهدا والتيار بيمشي من الأعلى جهدا للأقل جهدا دان ارسم شكل الموجة الخارجة طبعا بنفس السيناريو بنا نحمل فرق الجهد على طرفي الدايوت ما عنا أي مشكلة انت عارف التيار زيك خارج في البداية انت عارف هاي شكل الموجة الخارجة ممتاز أنا فقط ارسم شكل الموجة الخارجة بنا نشوف الانبوت من هون لهون بعدين هاي نعكس لهون شوفتو كيف ما عندنا مشكلة يعني الانبوت هاي قنا قا هاي اسي واضح جدا زي ما انت شايفين أول ما بلش كان الجهد موجب طيب لما بلش كان الجهد موجب اعتمد موجب وسالب يلا امشي انحياز أمامي كان الجهد موجب صاح إذا نقنا ممتاز الآن بعدين صار سالب هاي طلع هاي السالب هاي الموجب شوفتو كيف يلا صار سالب معناته اعكس هاي صارت موجبة والفوق صارت سالبة امشي 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 انحياز عكسي ما بمرش اشي خلص انت اذا رفت اول ثنتين يعني مشت معك صارت قمة ثبات قمة ثبات ما عنا اي مشكلة ابدا وانتو عارفوا انه هون الفي اللي هي نفس الفي لهاي ليش لانه اهملت فرق جدا دايوت اذا ما اهملتو كان موجود بتكون في بيك اللي انا ما بعرفها اللي انها قانون خاص الحس القادمة باذن الله راح يبلش في موضوع الترانزستور الله يعطيكم الصحة والعافية ويسر امركم ويكتبلكم الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته